بعث فخمة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء وموسائل سفير اليمن لدى سويسرا ومندوبها الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة الدكتور علي مجور بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله صالح مجور الذي وافه الأجل بعد حياة حفلة بالعطاء وخلال الاتصال أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للسفير مجور وأبنائه وإخوان الفقيد وجميع أفراد عائلته وكافة المجور بمصابهم الأليم ونوها فخامة الرئيس بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته المتعددة في خدمة شعبه ومجتمعه سائلان الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان